السلام عليكم كتاب ده ما مزور محل الطباعة بتاعته وين والنشر طيب سأل قال الكتاب ده ما مزور لا الكتاب ما مزور سأل قال وين محل الطباعة والنشر طيب قال لك جميع الحقوق محفوظة جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لمكتبة التوفيقية القاهرة مصر ويحذر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيذ الكتاب كاملا أو مجزان أو تسجيله على أشرتكست أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على الصوانات الضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا التجهيزات الفنية دار التوثيقية للطباعة رغم الإداء بدار الكتب من الشمال لليمين 3841 2011 الترقيم الدولي تزعة سبعة تمانية تزعة سبعتين تلاتة 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 أربعة تمانية أربعة تضر ممكن فرصة إزباعنا جيب لك النسخة الوصلية من الكتاب دا دا ما مقتنع بيهو ما مقتنع بيهو الله كتب كندي أنا كلها ما قاعدت أقتنع بيهو ما سامعين إزباع فرصة إزباع أنا بيجيب لكم النسخة الوصلية كتب كندي أنا كلها ممكن عندي لها نسخة الوصلية عندي خالي عندي خالي الكتب دي كله عندها منا نسخة عارف عن شنو والله أنا ما عارف عنه أي حاجة بشيه الاسم الكتاب دا بشيه الاسم الكتاب دا بيجيب لكم النسخة الوصلية الكلام دا بيجيب لكم النسخة الوصلية إن شاء الله طيب إن شاء الله الاسبوع الجاي لما يجي يلقاه سبت بيذن الله طيب أما الكتاب هو معروف في حاجة يسيم حقوق الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله معروف عنده حقوق بتاع الطبع ومعروف الآن كيف إنك تثبت كتاب لمؤلف عندك واحد من طريقتين طريقة الأول أن يعترف به المؤلف ويكتب رغم الإداء وإنت عارف رغم الإداء دا عبارة عن شنو يعني أنا ألفت مؤلف مثلا اللفتة مذكرة في الحسبان مثلا يعني بمشي المسجل بتاع حقوق الملكية الفكرية بديه خمستاشر مليون أو عشرين مليون بسجل لي المذكرة دي حق خاص بالنسبة لي أنا لو لقيت أي زول قال قام شال من المذكرة من غير إذن خطي أو من شيء معتمد قانوني عني أنا دا طوالي بعمل شنو يا أخوانا بفتح فيه بلق لو لقيت زول زاد في المذكرة حقتي أنا جاب مسائل مثلا في الحسبان جاب له مسائل غلط عشان يقوله للأستاذ دا ما نافع برضو من حق جنو لأنه زول دا كذب عليه النو شنو إنه أفتح فيه بلق فالطريقة الأول وراك له أخونا محدين وقال إليك رغم الإداء وكده وبتاع بعد دا إلا أنا نقوم نقوم نحي الشعراني واللمنودة من القبر بتاعه نصور معه سيلفي كده عشان نجي نغنع الصوفية في إمتى؟ وده ما عندنا لو طريقة الطريقة الثانية إنه نثبت هذه الكتب من كتب الصوفية ذاته هنا دا كتاب أزاهير الرياض تعبد المحمود نور الدائم وده أثبتوا أثبتوا مش خالق أثبتوا الإزيري في المناظرة مع الهواري الرئيس أنصار الصنة العطالة ديل في إمتى؟ في المناظرة معه قال طبقات والضيف الله ما بالإسنات لكن أزاهير الرياض بتاع السيديه عبد المحمود نور الدائم قال دا بالإسنات طيب نفتح بالإسنات صفحة مية أربعة وثلاثين في بيان ما أكرمه الله به من فسحة أجل من حضرت لقبض روحي ملائكة القبض عليهم السلام وشبه ذلك قال من كرامات أحمد الطيب البشير إنه الملائكة بتجي تقبط الكلام اللي قال لك شيخ محددين بقراء لك من هنا وهس لو داير الدول الكتاب يتابع معي في إمتى؟ فده ده بيقول إنه من كرامات أحمد الطيب البشير إنه لو داير لو داير روح زول من الناس جمع لك الموت عشان يقبط روحه عادي ممكن يزيد له في الأجل ويرجع ملك الموت وهذه ليست الكرامة الوحيدة لأحمد الطيب بقراء لك صفحة كاملة أو أكثر من صفحة من الكرامات وقام جاب لها كرامات لصوفية تانين من طرق تانية يثبتون فيها أن أولياء الصوفية يهرشون ملائكة القبر كفراً من الصوفية بآيات في كتاب الله وأعني كفراً بالصوفية الشيوخ بتاعنا الصوفية وإلا في ناس مساكين زي أخونا دا ما عارف إنه الكتاب كتبه منه أو هل ده حقه أو ما حقه لغاية ما يتأكد من خاله وإن تزاته قديم خالك لو هو ما متأكد نحن بنغنعه في إمتى؟ طيب نفس الكرامة القراء لك شيخ محددين قبل شوية بتاعت محمد الشربيني مش قال لك طرد مالك الموت هنا الصفحة مئة أربعة وثلاثين نفس الكرامة ترس منه منه عبد المحمود نور الدين الكفر بترسوا من بعض قال ونظر هذه الحكاية بعد ذلك بجيق للحكاية ذات ما ذكره سيدي عبد الوهاب الشعراني وطبعاً دي أخونا بيعرفوا الناس في مناهج البحث يقررك الآن بعدين لما انتجي تعمل بحث ها؟ تتخرج يقررك إنك كيف تنسب المعلومة وترجع للمرجعة جيبت منه وبعداك المراجع الموجودة في البحث والكلام ده الحمد لله إن احنا هنا في جامعات يعني ما بغشونا بينه الكتاب ده ما حقنا لا لا إحنا ما بنخلق ما حقك تقوم تطلع بيان ليه بس لما يتعصروا كده لده ما حقنا قبل العصرة وين قبل العصرة وين البيان بتاعكم وينه الكتاب البرد على الكلام ده الكتب دي الآن تبع في مكتبات شرب البصط ومدرمان الجامعة الكبيرة مكتبة الجامعة الكبيرة الخرطوم فراشة في الوطأ اللي اسمها جنودين الدارة السودانية للكتب بيتبع كتب الصوفية ليه الصوفية ما يفتحوا بلاغات في هذه الدور بتاعت النشر ويخلوها لغاية ما نحنا نجي نكشفهم بها ولما يتعصروا بعد ذاك الواحد يجي يقول لا دي ما حقتنا لا لا دي حقتك لكن الفي كفر وانت ما دائر الناس يشفوا الحاصر قال في ترجم السيدي محمد الشربين قال لما ضعف ولده أحمد وأشرف على الموت حضر عزرائيل لقبض روحه قال له الشيخ ارجع إلى ربك فإن الأمر قد نسخ فرجع عزرائيل وشوفي أحمد من تلك الوعكة وعاش بعدها ثلاثين عاماً دي جابي أيد باجنه قال حدثني الفاضل الصالح الشيخ الحسين ابن الفقيه ابراهيم الخليل ابن الفقيه محمد الأغبش دي كلهم صوفية كلهم عطالة قال مرضت مرضاً أشرفت فيه على الهلاك إلى أن يأس كل الناس من حياتي فجاءتني ملائكة القبض لقبض روحي وأنا بيوريك بالأدلة إنه ده كل كلام فارغ باطل ومناقضة ومعارضة لكتاب الله قال فرأيت سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه وهو قريب منهم يقول لهم أما قلت لكم لا تقبضوا روحه فرجعوا عند ذلك قال لهم أنا ما أقولت لكم زي الشغل بتاع الجماعة دي قل لك أنا ما أقولت لك الشخيد ده الشغل الشفعة بس الشخيد ده مش قلت لك ما تقرب منه دابع ملا مع النه مع الملائكة ربنا سبحانه وتعالى قال في تكذيب هذا الكفر بالله قل يتوفاكم ملك الموت الذي شنو وكل بكم ربنا قال في الأنعام وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم شنو لا يفرطون ما يفرطون ربنا قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ما بتقدر تهرش ملك الموت ملك الموت بتهرشه كيف والشيخه ذاته وينه الشيخه وينه مات كيف الروح بتاعته عمله شنو مرقت كيف من جسده ولا حيلاسي عبد المحمود والقبة ديك فوقه شنو القعدة في طابة ده كلام شنو ذاته طيب لسه أديك كلام تاني قال ومن ذلك المعنى الخارق للعادة وده ما خارق للعادة ده خارق للعقيدة في امتى قال قال كان قال أن سريته رابحة اللي هو الأمة بتاعته اللي كان بتسر بها التي أهداها إليه الشيخ ناصر ولد أبو لكيلب لما توفيت ودفنت شوف الكلام ده كيف بتعصفهم توفيت وشنو ودفنت ورشوا الموية والقبر ويمكن يكون سودانيين عملوا البدع بتعجابوا النخيل وقطعواها إلى آخر وبعد ذاك يمكن يكون ده جنوبة وفتى إلى آخر من البدع بعد ذا فنوتب قال قال كان الشيخ رضي الله عنه جالسا على شفير قبرها فلما حضر الملكان اسمع الكلام ده كويس هذه هي المناهج الصوفية قال فلما حضر الملكان زعق زعقة بهم عالية الشيخ زعق بالملكان منكر ونكير قال نهرم ليك نهر شديد من روح قال ثم قال يأبى الله ورسوله أن يفتنى أو يعذب جسدا التصق بجسدي طبعا جسدا ذاتا غلط لأنه الفعل مبني للمجهول مفروض يكون ألا المفعول بإنقلبنا يفعي طيب قال فسئل عن ذلك فقال إن الملكان أرادا أن يفتناها فنحيتهما عنها بإذن الله تعالى شوف الكفر ده كيف ودي الوامل بحاول يغشوك بها الصوفية يقول لك بإذن الله إذن الله معناه الوحي أحمد الطيب رسول في رسول اسمه أحمد الطيب البشير شاكده ده كله باطل كتب دي حقتكم وفيها كلام باطل وكلام شين شاك محدد ذاته يصطفى لك كرامة كده ممكن ذاتها تتقال في كلام هنا والله لو جل بمسل أفلام السيكس يجدعوا الكتاب ويجروا شين جدا شين شان كده لازم تنكروا لازم تنكروا الكلام ده لازم تنكروا العفنة اللي بعملها الصوفية لازم تنكروا شراب الوضو اللي بشرابوا الناس من الصوفية لما الواحد يتوضى لما الواحد يتوضى النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطايا بتنزل بأعضاء الإنسان لغاية ما تنزل آخر خطيئة مع آخر قطرة بكرعين الإنسان والدرويش البليد يقوم يشرب الخطايا بتاعت الشيخ وإن تناقص إن تناقص تقوم تشرب لك مواية عفن ويمشي يكذب يقول لك طبعا الصحابة اتبركوا بمواية وضو الرسول صلى الله عليه وسلم أحمد الطيب زي الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم عرقوا ده أم سليم وأم حرام رضي الله عنهما كانوا بشيلوه يطيبوا به العرق عليه الصلاة والسلام يطيبوا به الطيب على قناة صلى الله عليه وسلم بيخدتوا في الريحة شان الريحة تبقى ظريفة معقول تغارن الرسول مع الفكي بتاعك الماكلهم ثلاثة ها وضارب له مهيوبة وبوش زينا كده ريحته ترمي أبو الجندب من فوق دار تجي تكذب علينا انت شان تعرف ذاته الهوس تعصو فيه وده الغاشن بيه والناس الغاشن بيه والناس ودي أخواننا الكلام ده زي ما قال لك شير محدي أبو لهب ما كان بيعتقده أبو جهل ما كان بيعتقده عقب بن أبو معيط ما كان بيعتقده وكلهم ديلك كفار لكن كان بعرفوا إنه اللي بتصرف في الأمور وإنه المالك الأمور هو الله سبحانه وتعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون لله جواب نجيط لله دي جار مجرور خبر مقدم والمبتدى محزوف تغديره الله الذي يفعل الأمور المتقدمة فيمتى؟ قالوا ليك الموضوع ده خاص بأله يجي الصوفية يقول ليك الموضوع ده خاشين فوق الشيخ وكلام كتير جدا أديك تاني كرام قال وقد رأيته في شرح الصاوي ده الدليل بتاع الصوفية كله الصاوي ما أعرف ليك الطاوي وشنو كده ده كلام فارغ ساي ما في أي دليل من كتاب أو سنة قال ويلقك الدليل من كتابه سنة وين ذاته زول به ريش ملك الموت وينبز الملائكة والملائكة عند الصوفية بيعصوا الله كتاب اسم النصر العلمية لأصحاب الطريقة الصوفية لعبد المحمود نور الدين قال الشيخ قاعد في الحلقة بعد شوية نزل شبح من الجو نزل شبح من الجو قال فبعد شوية الشيخ قام قدمه كده طار مع الشيخ طبعا عادي عند الصوفية الشيخ بيطير عادي ما تنكر عادي أسرع من البلوتوس فوق كده طوالي قدم الشبح ده لفوق وجه نازل طبعا قال لأ الدراويش بيقول لك لا تعترض فتنطرد عند الصوفية كم بين يدي شيخك كالميت بين يدي شنو المغسل عشان كده شفت الكلام اللي قال لك محيد دين الكلام اللي قالوا لك الكرامة الشينا دي الزولة اللي بيعمل العمالة السودة دي بتاع الشعران الهسي ده ده عادي لو عملا للمريد المريد ما قول لك طبعا ده في الظاهر الشيخ كده لكن في الباطن قاعد يمسح في جزاز عربية ما ده لده حاصل ما ده لا تعترض وده الصلي والبرعي قال قال سلم لشيخك ثم كن عبدا له وخشاه دوما كخشية ضيغمه وقال أستاذك يا فقير كن عنده ذليل حقير ليه أدبعك الصغير كن عنده قريب جار أوعاك من الكجار ومعاملة التجار في كربك عنده بتغيثك جنده كن ثابت عنده لا تضحك عنده ده المنهاج بتعصو فيها ليه وشنو ما اضحك عنده ليه ده المنهاج بتعصو فيها شان كده هنا قال قال أن الشيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى لما دفن وحضر الملكان ليسأله قد حضر عنده إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه أسمع الكطبة دي كيف قال وقال لهما أمثل هذا يستحق أن يسأل في أمر دينه فتنحيا عنه يا ناس القبر ده فوق واسطاق دي كمان فيها كيزان برضو القبر فيه كيزان جوا دي إنكار لعذاب القبر يعني قال يزعم ويكذب إنه الإمام مالك قال له يا ناس معقول يا أخي دين الملائكة كده كلم معهم كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لاشنو لقطعت يدها فيمتى أبو بكر الصديق عمر الخطاب قدموا أهلهم العارضون من الكفار قدموا دماؤهم قربة إلى الله سبحانه وتعالى فهمت يجي ده يجي يقول الإمام مالك جاو في القبر وقال لي عليك الله قال لي الملكين يا ناس معقول يا أخي زي الشيخ ده علينا معقول بيزاله يا أخي يا ده زول خطر يا الملكين قال لي خلاس كويسمي يا زول أعسنا لو بتعمرور بتغنيني بشغل هذه يا ناس انتم تلعبوا علينا ده الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أديك أكبر من كده قال ونظير هذا الكلام أي قال إكرام الله تعالى لأوليائك وده ما إكرام وده ما من الله سبحانه وتعالى وإنما هذا من الكذب المختلف الذي لن ولم ولا يحصل قال ما حكاه الشيخ الجفري العلوي في كتابه كنز البراهين الكسبية والأسرار الوهبية الغيبية طبعا اسمها كده تخلعك في ترجمة السيدي عبدالله بعلوي قالوا منها أن رجلا أنشد أبياتا تتعلق بالبعث والحساب فتواجد صاحب الترجمة وخر مغشيا عليه واحد جالي عبدالله بعلوي قام قراليه أبيات بيذكر بالآخرة ده قام يا سلام تكيف وجواجع ما بتشوفهم الدراويش يقول لك ده غرقان والواء ما لا في مويا يا كافي البلا لا في أي حاجة المعصورة قاطع يقول لك غرقان طيب قال له أعدى الأبيات قال له يا سلام أبياتك دي ذكرتنا وكده رجعين تاني قال له بشرط أن تضمن لي الجنة داك قال له بشرط أن تضمن لي الجنة قال له ليس ذلك لي ولكن أطلب ما شئت من المال قال له أنا ما بضمن ليك الجنة لكن أي قروش بديك لها قال له ما أريد إلا الجنة قال له بس داك قالوا راكب راسه بس داير الجنة بس فده قام قال له إن حصل لنا شيء ما كرهنا ودعا له بالجنة قال له يا أخذت مالك كده وقام شنو دعا له بالجنة قال لغاية لو قال دعا له بالجنة وسكت آه لا ممكن تكون المصيبة أهوان قام قال له قال فحسنت حال الرجل وانتقل إلى رحمة الله تعالى وشيعه صاحب الترجمة وحضر دفنه وجلس عند قبره ساعة فتغير وجهه ثم ضحك واستبشر فسئل عن ذلك فقال إن الرجل الميت لما سأله الملكان عن ربه قال شيخي عبد الله بعلوي فتعجبا لذلك من ربك؟ قال عبد الله بعلوي منكر عين لنكير قال له لقاك بيشا زيدا طبعا ما حصلت قال فتعجبا لذلك ثم سألاه أيضا فأجاب بذلك ثاني قال لك هذين أكرر ليك معناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ده غلط حديث الرسول صلى الله عليه وسلم غلط النبي صلى الله عليه وسلم قال بيسألوك ثلاثة زيلة وما في عادة وانتحان وملاحق ده ما في هاو تكون شايل مادتين وتمشي السنة البعدية ودي مادة أساسية ودي مادة تخصص ما في كلام زين بيسألك من ربك؟ جاوبتها وربنا وفغك بيمشوا للسؤال البعديه ما جاوبتها قلت ها ها لا أدري برضو شنو بيمشوا للسؤال البعديه لغاية إما تجاوبهم كلين وتنجوا برحمة الله وإما ما تجاوبهم أو ما تجاوب سؤال واحد وبعد ذاك أنت تكون من الفجار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن عند الصوفية عند الصوفية إنه عادي الشيخ بيلقاك شان كده النيلة بقرون خليك من الكتب عنده قصيدة يسمى يا ليلة ليلك جكا طبعا ليلة عند الصوفية معناه الله زي ما أصل عبد المحمود نور الدائم قال واتفقوا على أسماء أطلقوها على الذات الإلهية منها دعن ولبنى وليلة وسلمة وده بتلقاه في تائية ابن الفارض المهم ده كلام طويل إن شاء الله بيجي بيه زمن المهم فقام آه نحن كنا وقفنا وين ذاته أبو قرون أبو قرون قال يوم الحلوق الكزم أبو قرون بيجيش اتنظم انت عارف اتنظم ماشي يفصل ناس الفاكير والجماعة دين جاهلهم البلد بيجيش اتنظم يوم الغيامة قال بيجيو خاشين كوتا كده أوه 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 كابو قرون وفي الكتاب بتاع ودبدر سراجة السالكين قال له يا شيخ نعرفك كيف يوم الغيامة الخلاق ديل كلهم ربنا بيحشرهم قال لهم بيصوت النوبة يخلو فيه مكبر صوت بتلاقي شيخك دل 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 تحفظ نبت الشيخ يوم الغيامة ها أبو قرون وين وربنا قال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ما أبتت حرك ربنا قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب ذلك ذلك اليوم الحق رفتها ده بقول لك ده ده فيه قصيدة كتاب كتاب اسمه ليك سلامينة حق البرع المهم ده كل عقائد ده برضو إضافة له قال عن واجبات الشيخ للمريد إنه قال يحضر مريده في النزع والقبر يعني يلقنا كالشهادة ما قدرت تلغينا الشيخ يقول لك مشياليو يا اسم الملك الموت اللي بيمسك الروح ومعه أعوانه عليهم السلام قال الشيخ بيقوم بيقول له مشياليو في أسوال الملكين الشيخ بمشياليك وعند جواز الصراط برضو قال شنو الشيخ بمشياليو وربنا قال وكلهم آتي يوم القيامة شنو فردة بتجي براك لكن يا أخواننا ده الكلام ده غشو به وهن أنا ما بقول الكلام ده وأنا ثقة إن شاء الله إنه زول الطالب الجامعي إنه إن شاء الله زول واعي إلا القليل أو أقل القليل من الصوفية المتكوزنين أصلا صوفية صناعة بتاعة كيزان ميت إن كيزان فيمتا؟ لأنه بيقى ما عندهم خطاف في الجامعات لأن كده بس حرشوا الصوفية ده لأن شاء نشتغلوا ده بس البهايم ده ده يا هم الناس الما بيفهموا لكن الحمد لله بقيت الطلبة ناس فهمين ناس فهمين وأنا قلت بهايم لأنه ربنا قال إن هم إلا كالأنعامي بل هم أضلوا سبيلا فأرجع واعتذر للبهايم والحمير والجداد فيمتا؟ فدي الناس مجرمين ودي الناس الشغلة دي غاشوا بها هنه تلقى حبوبتك في البيت تقول يا سيدي الشيخ المكاشر فيمتا؟ زي ما قال أخونا وبكر عنده حاجة كبيرة والشغلانية الطيم مدور والخريف والشغلة وبعدين قلت له يا ولدي كده وديني بيتني هناك بعد وده قالت الحمد لله أبو يا الشيخ واتحسونا قطعني قال لا حاجة أنا القطعتي أصولوا تحسونا بتاعش نوع النازل أي حاجة أي حاجة ينسبها للفكة والشيوخ أمسك ده البيجائزة في السوق الشعبي بتاع البرهانية بتاع البرهانية وده السبب في إنه النازل بيقع في الفواحش لأنه المريد شاله له عقله جدعه بره العقل بتاعه شاله جدعه بره ده بيتكلم عن نفسه في كتاب اسمه شراب الوصل تعالطريقة البرهانية قال 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 جبريل ميكال إسراف عزراء هم جنودي في التصريف هم تحت إمرتي تطاوعني الأملاك بالجود والقرى وكل ذوات الكاف ترهب صولتي انتعرف ذوات الكاف دي شنو؟ دي بيقول للشيك فيكون قال بتلاوز مني إلى أن يقول وأجود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمته الرحمة اللي نازل علينا دي كله قال دي بس جزء من رحمته قال أنا الحق في الدنيا أنا الحق في اللقاء إذا الأرض مدت والسماوات حقتي شوف الكلام دا كيف كتاب شراب الوص بتاع الطريقة البرهانية وكل صوفية كده دا غير الدعاء غير الله وغير المشاهد والقبور ودا غير الحجبات وغير من صور الشركيات التي صارت منتشرة في مجتمعنا السوداني ولذلك يا أخوان دي رسالة نحن بنديها لأي مسلم وأي طالب بيسمع كلامنا دا نديك الرسالة دي أهم حاجة مش تلتزم بها توصلها لغيرك هي العقيدة الصحية والبلد دي الفساد الفئة والباطل الفئة كله بيسبب الشرك والباطل والضلال يجيب بيجاي شعبيين شعبيين أدينا ليه واجبنا وانطرح حاجبنا شخصا عاجبنا ورح نمرق الشارع ها ورح نزيل النظام لأنه الدولار غلى والعيش واواي لآخر سببه شنو نوعيتك دي يا شعبي يا مرضان شيوعين شيوعين شغالين ناس وحاة الشعب السوداني قدام المدفع تلقاني حكاية القرد الشالة نبقى وخلت نبقى وجدعت نبقى دي الأسوأ من إبليس دي الأشيوعين تلقام شغالين يكفر بالله سبحانه وتعالى وينشر الإلحاد بين الشباب وينشر البنك والفساد أنا بكلمك بصراحة واتحدى أي شيوعي تقدر تناغش يا شيوعي لو في شيوعي يقدر يخش هنا ما بتقدر تخش تناغش فهمت الجبهجية فهمت غير من الناس حتى الناس اللي بيزعم إنهم دعاة للإسلام المكتب العلمي اللي بيجادي ما تغشك دي العبارة عن مرحلة الشرنغة أو القبلية يسي مجنوية هل يرغى بتاع داعش تخش هنا المكتب دي منا ملقوا ناس وفاتوا داعش أنا بحذرك أوعاك يغشوق بمحاضرة من المحاضرات أو كده فهمت يغشوق بها وتمشي تسمع عليهم تمشي معهم تتورط هنا في الجامعة ما أغاد ما يشغلون لك يقول لك يا لا لا داعش كعبيل ونحن ما منتم من داعش جيب ليه بطاقة أثبت إنه أنا داعش لا أنت ما داعش وما منتملون لكن نفس المنهج واحد شيخكم واحد سيتقطب في إمتى البلد دي ملانة فساد البلد دي ما بيتيصلح إلا إذا الناس رجعوا للتوحيد يدعوا للتوحيد كلامهم كله يسخاط الحاكم وما عرف ليك الحاكم ظلم والحاكم سوا الرسول صلى الله عليه وسلم وراك منهج يا أخي أنت يا تمشي هناك تقلعوا يا تقفل خشمك تشتغل يا أخي ما تعمل لنا زنانا الواحد عام زيننا موسى نينج 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 أمرك أمرك وسوف ندق آخر مسمار في نعشجبها الفاشستية الجاسم على صدر شعبنا السوداني كاد ما أنفاسه تلقىهم يصفق ويطقتق أمرك والشارع ما بتقدرت أمرك خواف جبان نحن خلينا نحن مش قاعدين نحن عندنا دلنا لكن انت أمرك مش عندك حلال أمرك فده كل يا أخوان نشوف الأحزاب والجماعات والطرق وغير من التشكلات دي نحن يا أخوان نبعيدين منا وبننصح أي إنسان يبعيد منا والبلد دي ما بتتقدم إلا بالعقيدة الصحية شوف ربنا سبحانه وتعالى أهل مكة جاب لهم الخيرات جاب لهم النعم لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وكفروا بدعوة التوحيد ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالسنين وشدة المؤونة كما قال الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لأنهم كفروا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قباب قعدة الناس يقول لك البلد حرسنا الأولية البلد ما سكننا الأولية كما الأولية ديل نحن ونحن 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 في آخر الدرك الأسفل في أي حاجة لا دنيا لا دين لعمل زي ما قال الشعر الصوفي جيناك يا كاب الهمل لا دنيا لا دين لعمل أنت جاي نتاورني كريعاتك ولا شنو جاي تسوي شنو أسوي بك شنو انت هوس شرك شان كده أخوان هذه أول قضية وأي دعوة ما تشتغل بالنظام ده زي أن صار السنة يعمل لك أسبوع استقبال الطلاب الجذل يجب لك أنا بيك هنبوكا يقد قد الهنبوكا والهنبوكا انقدت وأنفخ الهنبوكا والهنبوكا يتنفخ أو دعاية بتاع الشبس في الإزاعات بتاعتهم الله أداك إزاعة وأداك تلفزيون كلم الناس التوحيد خايف خايف انت اتكلم في التوحيد ربنا بمشي لك الإزاعة والغناء ممكن ربنا يشغل لك من غير الأريال بتاعهم ده اشتغل ساقط اشتغل ربنا ببارك لك لكن قاد إنا كل هوس كل هوس وباطل وضلال والأمة الإسلامية والأمة السودانية بالزاق يلعب فيها أئمة الضلال من المتصوف والأخوال المسلمين وغير ولذلك وصيتنا للناس أول معلومة تمرك بها إنك ما تنتمي لأي زن أو عادي يغشك الكوس في إمتى الكوس يغشك ضيبه شبال برألم قولي لو ما بديت معانا ما بتشتغل لو خشيت معانا بناديك مرتب يا أخر رزق عندك انت يا كوس ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون رزق ده عند الله والموضوع انت كده أي واحد فينا يحسب الحسابات بتاعته لو ان احنا في الدنيا دي عاشين بواحد زايد واحد يساوي اثنين الحسابات ما بتلفيك شوف انت بتدوك في الشهر أو في الأسبوع أو الشغل اللي انت شغال وما قاعدين رسلوا ليك كطالب في الجامعة عشان تسدد الرسومة الدراسية وتدفع رسومة داخلية اذا كنت قاعد في داخلية والشيتات بتاعت الجامعة والفطور الى آخر حسب بين الورقة وقلم شوف بين الورقة والقلم بتزبط معك والله لو جبتها نشطين اجدع القلم ويفوت ما بتزبط معك لكن ربنا سبحانه وتعالى رازقك رازقك في امتى فما تمشت انت مليك في حزب أو في جماعة أو في كده أو في مجموعات جمعيات تعدغونه وقلة أدب ما عرف مين الضل وابتاع اغشوا في الشباب ياخة احنا حضرنا هنا عرس لكن ما جماعي وكلام باطل جيبوا لك واحدة والله لابسة اللي بيسعروس واحد عامل فوق راجلة ومحننين ومكبرتين وكلام طويل جدا في امتى وتلقى ماشين ويقول لك دارين نطبق العادات السودانية العادات السودانية دي يا اخواننا من السودانية والناس يتفرجوا في امتى وديل بيغزو بيها الطلبة بالفكر الباطل الام بيقول احزاب ما قادرين يشتغلوا زينا كده ما بيقدر يشتغلوا الكيزان لو جوا بس يجي يجوتوا كده وكده لكن ما بيجي بناغش لكن بيجيك بالجمعيات بيجيك بالهوى وبالأغاني بالباطل شان تمشي تباريهم فما تباري ساي ما تخليك زول اندروسي في ناس راسهم خفيف بس مما يشوف ليه ناس كتار هالله ده فيش نوه ما لكم اعلم انت انت موج في المحاضر داك محاضر اندك لاب هناك مع الجوتة ديك يقول لك لا ما عندي اندك تيتوريال مع الجماعة ديل لا هلا سفوت ما لكم اعلم خش المكتبة دي همشي اقرأ اقرأ في دنيا تقديساي اقرأ لكن انت باري ديل ما بيدك بعدها لو بيجيت في الحزب ما بيدك شفت تخش في الحزب انا اوريك فهم الجماعة ديل اكشف ليك الشغلة للنهاية لو خشيت مع الكيزان في الجامعة تقول الله طبعا اخش مع الكيزان ديل لقد دا ممكن نبقى وزير ولا حاجة تأول مما جيت خشي الكيزان بيدوك استمارة ولا ما بيدوك ما لقوق في العمادة هناك اهي بيدوك استمارة فلان وكده ويتخش الجامعة كده خلاص خلاص تلاقي الشباب في شارع المطار في امانة الطلاب تمشي لهم الجماعة هناك تلقى المنزر البليد في امتى قاعدوا الجماعة العطالة قاعدين تلقاهم في امتى بقى شي بيكتبوا كتبوا الملف بتاعك بعدها لما يجي يقول بعد تقبر بعض سنين اذا بيقوا قاعدين بيقوا بيرجعوا الزول دا يتجند للحركة الاسلامية سنة كم سنة الفين وسبعة عشر او ستعشر كان وين بيتين كان في السنة او في الجامعة في الجامعة اه يقول لك بتاع الجامعة دا زول نفعي بيقسم المسلمين يقول لك عندنا زول حركة اسلامية اصيل وزول نفعي وزول مطار يا زول بيقسموك والتمسكين في امتى بتبقى عبارة عن وقود لأحزاب وجماعات فارغة ساكن أو تمشي تباري عن صارصنة يقول ايواء نحن بس نستفيد منه لكن بيكون مرسلينه الكيزان ما بتستفيد حاجة تمشي الشوعين الشوعين برسولك بيت تقضي معاه وقتك وكده والموضوع كده وكلنا واحد وكده لو دارين تمشي تبيته سنة وكده وبتاع اي لكن ما فيه ما بقدموك لك ده بيضيئ زمنك ساي هس يشوف حزب الومة ده كله من اسره واحدة الصادق المهدي الى الان بيحتفل بعد ميلاده ولده سنة كم وثلاثين شوفوا السودان ده منتهي كيف منتهي اخي تظهر كبير كبير ما تتخارج اتخارج بعد الرئيس الصادق المهدي مساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق المهدي امين السياسي مريم الصادق المهدي امين شنو كده معارف الاعلام مين الصادق المهدي يعني في صينية غدا ممكن يغرر الحزب ده يمشي على وين هو الساعة يا زول مضي يا زمنك سياسة بتاع شنو واحد يعمل لك فوق السياسي تلقى قاطع نصر يا ابو الزنان افتكر انه وارى والمرحلة الله عني يود الحلال امشي يصغل امشي يشتغل الله هديك ارتفع الرسوم الدراسية يشتغل فوت برا فوت الله هديك امشي يشتغل امك راجعك يا شغالة كسرة ولا شغالة لا شغالة شريفة شان تأكلك وانت بيجاي متابعة للعواليق ديل ما بيستغلوا بيك الله هديك وشغالانية جوا ذاته جبهجية ولا غير جبهجية تلقى شغالانية جوا فيها قبليات انا بكلمك الكلام ده بصراحة وعندي علو شواهد جوا فيها قبليات ده من جماعتنا اي دخلوا قدام ولا الكلام ده ما في السودان يا ربي انا جاي من نيويورك ولا اشنو الكلام ده قاعدوا اين ده من القبيلة الفلانية دخلوا ده ما من القبيلة الفلانية ما تدخل كلام ده ما حصل في السودان شوف انت ده كله هوس لو بيقيت من قريش ولا بيقيت من جزر القمر ولا من غيره في النهاية ربنا قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم ده الفرق السودان ودي الدعوة الزراعة الترابي قبل ما يموت عليه من الله ما يستحق قبل ما يهلك ده الدعوة الزراعة في السودانين مشاكل دارفور ومشاكل غيره دفع الزراعة في الناس هو هذا الرجل المدعو الترابي المهم ده كلام عام كده وده كله من شغل إبليس وده يدخل في جزئية من منهج إبليس وهو أئمة الضلال الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان الذي روا ابن ماجة وغيره قال وَأَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّةِ الأئمةَ الْمُضِلِّينَ أئمة ابتعين ضلال يورِّط المسلمين ويدخل فيهم عقائج سيئة ويردوم عن دين ويصدوم عن دين وكلام يطول نفتح فرصة لو كان فيه زل عنده مداخلة أو اعتراض فرصة مفتوحة طيب قال ما تعليقكم على قتل السفير الروسي في تركيا هل يجوز قتله باعتبار أنه كافر وباعتبار أن روسيا من المشاركين فيما يحدث في حلب مع الأدلة ما بيجوز قتل السفراء النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سفير مسيلمة رسول مسيلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مسيلمة كيف؟ قالوا له نحن زي مسيلمة قال لهم لولا أن الرسل لا تقتل قتلتكما السفير ما بيقتل يا أخوان عندك أمريكا دي فيها كم سفير في سفراء مسلمين دي الناس الواحد بضحي بحياته دي ما شغل في النهاية من كل بلاد المسلمين قاعدين في أمريكا قاعدين في روسيا وقاعدين في غيره في غيره ما برضو ممكن اقتلك فدي أخواننا ده ما شغل المسلمين ده ما شغل المسلمين على أقل أحواله لو ما كان سفير ذاته ده زول جاي بجواز هذا عقد أمان والشغل ده شغل التكفيرين جاي بعقد أمان ما بيجوز للإنسان يقتله النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعمائة أربعين سنة أربعين سنة ما بيجوز وده الشغل بتاع داعش وجبهة النصرة وغيره الماء مبني على أحكام الشريعة المنضبطة ما يزول بيكتله ما يزول بيكتله النبي صلى الله عليه وسلم رسل سفراء رسل سفراء إلى الكفار فما كانوا يقتلون إلا كسرى لما مزق الكتاب وقتل أو ما أدري لكن في النهاية ما يقتل الرسول النبي صلى الله عليه وسلم جاء رسل من وافدين من ملوك كفار كتار وما قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصارى نجران جاء دخلوا المسجد النبوي دخلوا المسجد النبوي وفي النهاية عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ودفعوا مال الجزية على أن يدعهم ويتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمشي راجع كتاب الجهاد والمغازي وغيره من كتب الفقه من صحيحة البقاري ومن غيره فيمتة؟ فده ما شغل الجهاد ده ما شغل بتاع جهاد تقع التكتل فيمتة؟ وده كله يا أخواننا مارك الموضوع ده كله مارك من التكفيريين الموجودين في العصر ده مارك من صيد قطب التكفير جماعة داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة ومعرف ليه الجيش منه كده في العراق وفي غيره وفي غيره والآن في السودان اتكونت بالمناسبة لو خشيت اليوتيوب اسموها شنو كده؟ شنو كده بالسودان الإسلامي بالسودان أمير المجاهدين بالسودان أبو عبد الله السوداني وزول دلوك ساكن وزول انت دائر جهاد احنا وديك أمشي تكلم في الشيكيني بدي قلوهم يا ناس أعبد الله والمكاشر ما بيعلم الغيب عشان العم السوداني تاتك دي إذا غطينا بك عينك بدت عينك الأخرى أمشي اشتغل دا دا ودار تشتغل جهاد آفيا دا كله شغل بتعليعب ساكن شغل بتعليعب ويغشبه الشباب المسيبين يلقوا الشاب زول كان مثلا بيسمع أغاني ودائر تبلى الله دائر الدين تحول تحول وأراد أن ينصر الإسلام من المعاصي وغيره وغير ذلك وهو يريد أن يدخل الجنة ودائما الزول اللي بيكون تائب جديد بيكون قلبه منكسر دا شيء طيب دا يقوموا يستغلوا المرحلة دي ويغذوا بهذه الأفكار وتشاهد الصور بتاع تعذيب المسلمين وتعذيب المسلمات واقتصاب المسلمات وغيره دا كله كلام عارفينه باطل ومبجوز والواجب على المسلمين أنه ينصروا لكن في شروط ربنا قالوا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم فإن شاء القدرة والقوة هذا واجب على المسلمين ما طوالب تمشي تمشي تفجر إلبسوا حزام ناسف امشي يقتل زي ما قتلوا مجموعة من السودانين فهمتا قتلوا واحد اسمه قرانفيل إنهم ودبوا زيت معاوا ثاني ثلاثة والأربعة من السرورية التكفيريين السودانين ودخلوهم سجين كوبر قاموا قدوا السجين بيتحج عملوا حاجة يسمى عملية كسر الغيط لو خشيتها اليوتيوب بتلقاه عملية كسر الغيط قدوا السجين كده بتاع كوبر ده قدوا ومرقوا وماشوا دارين يحربوا بالموالح بغادي وماشوا ضربوا ناس شرطة لغاية ما جزه مات الناس شرطة كتلوا جزه تاني يرجعوا السجين ده جهاد شاكد النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخواري يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان بعد أن شوف الثورات والخروج والمشاكل ما هي الآن حاصلة إلا في حدود العالم الإسلامي الثورة في أمريكا هل الدولار ما زاد في دول الغرب الكافرة كندا في واحد من أخواننا جاء قبل كم يوم قال لي الدولار الدولار الوقع على الوطن كندي الدولار الكندي وقع على الوطن البرميل بتاع النفط في كندا من كان مية خمسة وعبعين دولار أمريكي بيقى خمسة وعبعين أو كم وثلاثين دولار أمريكي قال لي احنا خلينا البلد بيقى تجارات الإجار في الشهر تمنمية دولار ما يعادل الآن كم عشرين مليون مش الآن الدولار عامل كم بالسوداني تزيعتاشر ألف وحاجة مش دي قريبة العشرين مليون ده في الشهر هالناس فاتوا ما مرقوا ثورات ليه بس الثورات تنفع فينا نحن المسلمين ديلي شفت يضربوا المسلمين ويخلهم يضاربوا ويشاكلوا مسلم يكون طالب جامع عنده عنده ما شاء الله عقل ينير وعنده محبة للقراية والاطلاع ودار ينصر المسلمين تقدم بحث يقول لك يا سلام والله يتزول شاطر ونديك ايه في كل المواد ونخرجك بامتياز وبعد ما تتخرج تبقى لنا معيد تمسك لنا التيتوري التيتوريالات دي دي امتا والشغل بتاعه ده يقول لي يا زول هوي والله ده نحن ما بنقدر ندعمه لك نحن الآن خشيف في أزمة الأزمة دي سببه شنو سببه شنوكا دي وروني سببه شنوكا دي وروني منطق كده وروني سببه الخروج ده ده السبب بتاع بتاع الأزمة دي وبقى ما فيه عصيان مدني بتاع فيسبوك ثلاثة بنات وشوية أولاد صائعين تلقاهم قاعدين في الفيسبوك همتا وأخرج وأخرج والكيزان قاعدين لك بالمرصاد تغيب اليوم داك ادوك حقوقك طوالة تتخارج الخدمة الوطنية حتى في الجريدة واحد من الكيزان دا قال قال العصيان المدني البزعمو دا قال كان سبب في إنه الناس ذاتهم يلتزموا بالعمل قال كان بيغيب بيقع يجي راجع شان ما يشيلوا برا يا ناس ما تلعبوا علينا ما تلعبوا علينا الأخوان المسلمين ناس العريف ومين 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 كان بيكورك وبشار وكافر وملحد واواوا وكتل الناس ونصيري ويزعم ويفعل عارفين أنه كافر وين القيود والشروط بتاعت الجهاد هس يا أخواننا ها زول دار يمشي الحج بس طوالك كده بيمشي صالة الحج وطوالك بيركب الطائرة أنا سوية حج الله حج الله سوداني مالكم قال الله خمس لك خلينا أركب معك ده بيع كلام ده بيجي هل ربنا آخذك لو منعك تقول لها زول انت دار تمنعني دين الله وأنت كافر مشرك منعتني من فريض الله ربنا سبحانه وتعالى قال لك الجهاد لمن استطاع إليه سبيل الحج الجهاد نفس الشي الجهاد نفس الشي فالناس ما عدة العدة وما عدة القوة الزهرين يمشوا يقاتلوا ها دارين يمشوا يجاهدوا فده كل أخواننا مرك مرك الإفساد والفساد الحاصب لشان كده الآن برضو خلش اليوتيوب جون كيري الوزير الخارجي الفات تعمريكا في مجلس الشيوخ كانت الحكومة أو الإدارة الأمريكية طبعا هناك ما حكومة هي إدارة ليه لأنه الحكومة اللي بتجيبه سياسات جديدة لكن الإدارة اللي بتنفسه السياسات الموضوعة شان كده الأمريكان الآن الزهرين بتحيير ليه أخواننا جابوا زول بتاع غارات ترامبي ده وبيقولوا كان مصارع وممكن يجيبوا لك واحد بتاع كورة وبيسبول ليه يجيبوا رئيس لأنه إدارة الإدارة دي ما عنده حاجة جديدة بسوية يعني ما ممكن مدير جامعة السودان يجي أعملها كافتريات صح ما زول مدير هتجي تنفذ منهج معين الإدارة الأمريكية الرئيس الأمريكي ده الدستور ده سابج النازل كويس جون كيري قال نحن دعمنا جماعة لإخوان المسلمين بـ 8 مليار دولار على أساس إنه يتنازل من 40% من سيناء 40% من سيناء يتنازلوا بها للإسرائيليين دفعوا لهم دفعوا لهم ولذلك أخواننا السبب بتاع الحاصل في السودان ده وفي العالم الإسلامي جماعة لإخوان المسلمين مش يتحالفوا مع الشيعة الآن بشار الأسس شنو ما زو الشيعة البيضرب بيموت أهل السنة الذين يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرقون بين أحد منه والشيعة قاعدين يكتلوا فوقهم بسبب ماذا بسبب ما يفعله جماعة لإخوان المسلمين ولذلك يا أخواننا أنحنا وصيتنا للناس وصيتنا للناس إنك ما تنتمي لهذه الجماعات والأحزاب وتعلم أول معلومة خدتها في صدرك إنه سبب ضياء المسلمين الآن أو كثير من المسلمين الآن هم هذه الأحزاب التي تزعم أنها تدعو إلى الإسلام يا أخي أنت ناس بيقعوا في الشرك زون لاقي رأسه مفتوح في حادث ولاقي أصبعه الصغير معوق بتبدأ بيشنو كدكتور تدار تعالي تبدأ بيشنو تبدأ بالأكبر دين لاقين المسلمين ناس واقعين في الشرك يخفي البيض هناك في واحد اسمه راجل السبت راجل السبت ده مدفون في الشمالية بس يوم السبت قالوا بيقطع منا الشمالية للبيض بلوطط حين كويس وبيجي في بيان بيان ده معناه ما في قبر لكن في في محل كده قالوا هو محل اللي يصهر فوقه الشيخ والنسوان الدائرة عرس تمشي تشيل من المحل ده والدائرة ولد تمشي تشيل والطالبة الدائرة تنجح تمشي تشيل ليه إنت ما تبدأ بي ده ده أول حاجة لكن الحسن البنجي قال لهم هو يا ناس نحن ما عندنا مشكلة بين مسلم وبين شيعي وبين نصراني وبين مسلم نحن مشكلتنا إنه دارين نجمع النازل كلهم قال ضد للحاد عشان كده ده منهج فاشل ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم نحن أول حاجة نغير نفسنا العقايد الموجودة نحن ربنا ينصرنا له إذا كان نحن بالنادي غير الله سبحانه وتعالى في الشدائي يجيبوا في تلفزيون السودان وفي قناة النيل الأزرق والبدر وبتعال كباشي بيقولوا أبونا الشيخ ربنا سبحانه وتعالى أدأوا كن فيكون على لسانه إذا قال للشيء كن فيكون يكون له موجودة الآن موجودة الآن ودارينا نحن العيش يكون رخيص والمعيشة تبقى هنيئة ونحن نستمتع ونمشي في نعم الله سبحانه وتعالى الشرك بيمحق البركة بيمحق البركة الشرك بيمحق المال بيمحق الثروات سودان ده ملان كيف سودان ده دار فيه حديد دار فيه دهب دار فيه فضة دار فيه مغنيزيوم دار فيه يورانيوم دار فيه أي حاجة قاعد دائر مطر دائر مروي دائر نيل دائر بحر كله في السودان دائر طين دائر رملة دائر قريرة كله قاعد في السودان دائر جو بحرها بهيض متوسط دائر جو سافلنا فغيرة سافلنا غنية سافلنا بتشحط كله قاعد في السودان أن إحنا مشكلتنا في شنو ها مشروع الجزيرة أشياءين ننظره براهم ولاسي ما أصلحوا ما لكم في شنو في قباب قباب ابو حراس تلقى فيها سبعمائة قبة ده شنو ده مطر بفوق وانيل قريب وغير الترع الماشا ايقول لك يا اخوة الله الفدان والجدعة بقيت ما بتجيب اي حاج المزارع اطلع بعد نهاية الموسم ها مفروض يمشي سد الديون ده كله سبب شنو الشيرك بالله ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر ابن كثير قال الفساد هو وغير من والقرطبي وغير من العلماء قالوا الفساد هو غلاء الاسعار وذهب البركة وهذا قول ابن عباس وبعض العلماء قالوا هو الشيرك قالوا وهذا فيه نظر وانما الصحيح هو ذهب البركة وغلاء الاسعار وشدة المؤونة وصعوبة العيش المعيشة بسبب شنو ربنا قال بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم شنو يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله كان اكثرهم مشركين عشان كده اخواننا الشيرك ذه اكبر مصيبة ربنا قال وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنى الشرط شنو يعبدونني لا يشركون بي شيء حتى يعلم الانسان ان الشرك بالله يمحق البركات ان شاء الله نجيف للحد ونواصل ان شاء الله في الاسبوع القادم ونحن على وعدنا المتحدث القبيل او الاخ القبيل السائل قال انه حيجيب لينا الكتاب ويجيب لينا هل هو انه يعني مغشوش او زوروا على الصوفية وكده وكده ان شاء الله يجيبه لنا ونحن اذا لقين انه الكلام باطل ما عندنا مشكلة بنرجع ونتوب الى الله سبحانه وتعالى قدام الناس ما عندنا مشكلة اشتركوا في القناة